اشتركوا في القناة من العدوان على قطاع غزة في تطبيق عملي لتهديدات رئيس وزراء الاحتلال باجتياح كامل لمدينة رفح امام ارتفاع وطيرة القصف والتدمير في رفح ارتفعت معها حدة القلق الدولي فقط بعيدا عن اي فعل جاد لوقف المجازر الاسرائيلية التي يبدو انها ستتخذ منحنى متصاعد خلال الايام والاسابيع المقبلة خصوصا ان رفح تحوي اكثر من مليون وثلاثمائة الف نازح وزير الخارجية لبريطاني ديفيد كاميرون قال ان لندن قلق للغاية بشأن الوضع في رفح كما اعربت وزارة الخارجية التركية عن بالغ قلقها ازاء الهجمات الاسرائيلية المتزايدة على مدينة رفح فيما اكد الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الامنية جوزيب بوريل قال ان علينا فعل شيء غير القلق لان النازحين في مدينة رفح ليس لديهم اي مكان اخر يلجأون اليه داعيا الى استمرار الضغط على اسرائيل لمنعها من مهاجمة المدينة مع ان الاحتلال يهاجمها ليلا النهار وعلى الهواء مباشرة لانه يشاهد العالم مكتفيا بالقلق وامام القلق الدولي هناك تحذيرات فقط في افضل الاحوال فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار الوضع الصحي في القطاع حيث اكدت ان 15 مستشفى فقط من اصل 36 في غزة لا تزال تعمل جزئيا او بالحد الادنى من طاقتها وان العاملين في مجال الاغاثة يبذلون قصار جهدهم في ظل ظروف لا يمكن تصورها مشيرة الى ان اقتحام رفح بريا سيفاقم من الازمة داخل المستشفيات ومقابل المجازر التي تحدث في قطاع غزة والتي راح ضحيتها اكثر من 28 الف شهيد وشهيدة معظمهم من الاطفال والنساء فان العالم يكتفي بالقلق والتحذير وبدرجات متفاوتة وكأن غزة واهلها ليسوا من هذا الكوكب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة